في الزمالة خبر ممكن نقوله على تريزيجي ان كنتش حابب طبعا ان واحد من نجومنا في الخارج والدوري الانجليزي يصاب بكورونا زين لعيبتنا تفضل مكملة في الدوري الانجليزي محمد صلاح كل اللعيبة المتواجدة تريزيجي بيصاب بكورونا الف سلام عليه اعلن طبعا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان هو يعني جاله كورونا الف سلام عليك يا تريزيجي ممكن الرجل المحسود اصابة في الراس 6 غرز بعد كده كورونا الف سلام عليك وان شاء الله تعود مرة اخرى ان شاء الله للملعب صلاح على رأس 8 مرشحين لجائزة لعب الشهر في البريمير ليج طبعا صلاح زي ما اقول لكم بيحقق ارقام كل شوية رقم رقم مختلف لقب مختلف مرشح دائما لجوائز ودي حاجة محترمة طبعا القائمة كان فيها 8 لعبين منهم محمد صلاح وماركوس راشفورد وفرنانديدز لعبي منشستر ينايتد وانور الغازي ومارتينيز من أستون فيلا وتوماس سويتش من ويستهام وجون ستونز من منشستر سيتي وبين مي من بيرني دول اللعيبة التمانية اللي على رأس افضل لعيبة في الشهر في البريمير ليج قرعة الاتحاد الانجليزي بتصفر عن نهاية مبكر ما بين ليفر بول ومنشستر ينايتد ان شاء الله دي قرعة الدور الرابع في كأس الاتحاد الانجليزي القرعة جات كالتالي ان شاء الله المباراة الخاصة ما بين الفرئتين اللي هي ما بين منشستر ينايتد وليفر بول هتكون يوم 23 يناير الشهر ده في ملعب أولترافود وبالتالي القرعة بقول لكم جات كالتالي منشستر ينايتد مع ليفر بول ومنشستر سيتي مع شيرين تهام وتشيلسي مع لوتون وليستر سيتي مع برينت فورد وتوتنهام مع ويكو ويكو ويكمب ويكمب الانجليزي وإيفرتون مع شيفل وينز داي وويلفر هامتون مع شورلي وأرسنال مع ساوث هامتون دول القرعة ودي الفرق اللي هيلعبه بعض فيه كأس الاتحاد الإنجليزي برشلونة بيعلن القيمة النهائية لمرشح الرئاسة طبعا برشلونة بيمر طبعا بفترة قادمة فيه الانتخابات الخاصة على رئاسة النادي فيه بعض طبعا المرشحين هم أربع مرشحين خوان لابورتا وفكتور فونوت وتوني فريتشا وإيميلي روسود دول الأربعة المرشحين لرئاسة نادي برشلونة القادمة طبعا هناك عندهم بعض الأمور المختلفة فيه حتة الانتخابات إن كل واحد لازم يحصل على توقعات معينة من الأعضاء بعدد معين الأربعة دول هم اللي حصلوا على 200 257 توقيع وبالتالي هم المرشحين النهائين لنادي برشلونة كرئاسة طيب أيضا فيه حرب كلامية ما بين أزيل ومرينهم الفكرة إن أزيل كانوا سألوه في لقاء صحفي لو هل أنت يعني مرشح أنك تروح توتنهم فبالتالي أزيل اتكلم فيه هذه الجزئية لأ أنا إيه اللي وديني توتنهم أنا أفضل اللي اعتزال فرد مرينيو قال لك إحنا يعني نجيب مين إحنا لعب بقاله سنة ما لعبش هنجيبه إزاي دا كانت حرب كلامية ما بين أزيل اللي ممكن يكون فريق فنار بخشة التركي بيقترب من تعاقد معاه في الفترة القادمة والتالي يعني ممكن رزق ومش موجود في انجلترا يبقى موجود في تركيا أزيل طبعا واحد من اللعبين المميزين في وقت من الأوقات كنت بنشوفه دا استمتع به كلاعب مميز طيب